بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم آآ تتسير في القرى الكتير. وبتنزل آآ صور في الاسبي وتتسير علاقة السلة في الشرطة روكولجي للموضان اللي في مهمة تركز عليها. اللي بتحصل فضل عبعة عشرين ساعة ممكن تغيرات تحت صندل في الآي طغيرات على الاسكن. بوست مورتم كولينج البرودة او البرودة الرغمية اللي هي. بوست مورتم اللي فيديتي الروكولي وغمي. بوست مورتم اللي فيديتي. الرايب والمورس. التيبس الرومي. تمام? البوست مورتم كولينج دا الاسم المشهور. الرايب والمورتس دا الاسم المشهور لكل واحدة. الفلاسيدة الارتخاء اللي ارتخاء ممكن يكون اول او ساعة ندريت تباحز انت راعدي تشوف الافلام. لما تبص تنوت ولا حاجة ايه يمسي تراحة ويسيبوه حتى اللي هي فلاسيدة هزي تكون فلاسيدة هزي يعني اش راح ادراحتي في التفصيل لما نتكلم عنها. انما اللي تصين اللي احنا يعني نتكلم عنها. التعفن دا بيسموه يعني كل جزء هتنوت ما لم يكن تحصل لها حاجة هتعمل ممكن ان تصابه الاديبوسير او التشمل التحنق مسلا او دماء اللي فلاحنا جاءت اسمنا. التسلف هو يحصل للجميع في بقى امه لو تبقى اه قبل ما يتولد. تمام? تبقى وقعد مدة في الفقط الروحم وممتعرفش انه هو ما يتنام. هنبدأ باول حاجة. ده اللي قلنا الجرودة الرومية بعد ما الجسم اه يتوفى بعد ما انسان يتوفى ولا حاجة فدرجة حراثه طبيعيا بتقلت بتدريجي بتقلل درجة الحرار لان الجسم بقاش انتبه عندي طاقة حرية وعمها يفقد الحرار. ما بقاش طاقة حرية لان اللي موجود عندي في الجسم والمتابوليسم. ما بقاش يشتغل كما عندي بقى يطلع كما عنديش حيتو برودكشن. تمام? فالحيتو برودكشن الجسم بقاش ينتج حيت. تمام? والجسم عماني اللي يفقد حرارة عن طريق والراضيشن وده الميكانيزم اللي بيحصل فيه. تمام? عندي ان ممكن درجة حرارة في الجسم بعد الوفاء يزيد. طيب. عندي اربعة ملايات. وتو ايه. واحد خد ضربة شامش. بتكلمنا عني. بتعملني وهنتكلم عنها. برضو هنتكلم عن الدكتور ليد. وبنتكلم في شابتر بعد كده برضو بتزود عندي الحرارة اللي في الشابتر بتاعي. طب ايه هي العوامل اللي هتأثر عندي على آآ درجة الحرارة في الجسم بعد الوفاء? عندي عوامل للشخص نفسه. وسبب الوفاء ولا عندي عوامل للبسط اللي كان محيط به. وقت حدوث الوفاء. فالعوامل للشخص نفسي السن بتاعه مسلا. عندي الاطفال بيحصل لهم ورودة اسرع من الناس الكبار ليه? لان مساحة بالنسبة له كبيرة فهو عنده بصورة وعنده سابقتين ياسفات بتعمل كانسلاتور عازل. بالتالي هنفت. تاني فاكتور انه عندي الناس اللي عندهم سابقتين ياسفات كتير هنلاقي من الريت بتاع الكولنج هيقل معي لانه بيفكد الحرارة ربك. وسبب الوفاء بيأثر عندي على درجة فقدان الحرارة. آآ عند العوامل اللي بتزود درجة حرارة الجسم قبل الوفاء بتخلي درجة حرارة الجسم الريت بتاع الكولنج. مثلا برضو هتزود عندي الريت وخلي الحرارة تفضل عندي. صورة اللي هي قبل الوفاء اصاسا انا اتكلمنا عنها مع سبب الوفاء. طب وحالة حسب برضو وضعية الجسم وقت الوفاء. عندي في لما يكون الانسان ينام على وقته بتاعته قلت شوية. غير لما يكون الانسان او فارد نفس تفقد الحرب بسرعة. طب عندي عوامل للوسط المحاجد دي. مسلا لو كان في الصوت. هيفقد حوالي من نص لدرجة لو كنا بطير الشكة. هيفقد من درجة لدرجة نص لو كان هو مية في نهر ولا في مية مسلا هيفقد درجة الحارف من ثلاثة. وده بقدر هيفيدني بعد كده ان انا ممكن احدد برضو الفترة الزمنية اللي فاتت منذ الوفاء. وده هيفيدني في الاعمال البشر على البسطنورة. على حسب برضو الجسم كان نيك وضعية هيفقد درجة الحرارة اكتر من الناس في فصل الشتة. لو كان هيفي كلاوزيد غير لما يكون في الصوت برضو يكون لايك كلاوزيد. تمام? ده كده العوامل يتأثر عمدي عالكولين. ايه هيفيدة طبية شرعية لالكوليني عندي? انا ممكن. وممكن اعرف مكان جسم وقت الوفاء على حسب الوفاء. وممكن احدد المدة اللي عدت او فاتت منذ لاحظت الوفاء وممكن افرع بين برايمر فلاسيدي و الساكندر فلاسيدي لحسب لان برايمر فلاسيدي بتحصل بعد واحد ساعتين فيكون الباب لسه. انما الساكندر فلاسيدي بتحصل بعد تمنتاشر ساعة. فهيكون درجة الحرارة اقل بكير عن البرايمير. اللي خيليست. طيب ايضا درجة الحرارة ده دها انا أردريسها بالسايموميتر. وليس الميركري اللي احنا بنسي ودها عليه 답 هارير. عن طريق الفن والاحية اللي هو الميركري السايموميتر بايز درجة حرق الانترنس او افتح نسيجي و افتح تحت الليفر ودرجة الحرق بيتكده الانسان بيتكون في اس شيف بيتكده وبعد كده ييتكده اا الدرجة اسرع زي ما عندنا بيتكون درجة الحرق سابتة الفترة ثم رابط على طريق اس كده الموضوع الثاني بالحق بالحق الموضوع Umido كما يدخل الدرجة في الواقع الخير مزيفك و تقتر المزيل ي تقترر والحق القناة طبعا ده بس انا من الكستيند بتاع دمك ونقوم ميت مسلا نعدي على الوفاة بتاع تؤثر من 8 ساعات لاني واحدة لجسم كلها وهنا نتخلم عنها بيكا بصيد الوقت بيحصل لي عندي روحويروني او كده بيحصل عندي ازا نتكلم او احنا قلنا في الديس انه يحصل عندي فيلير في السيركوليشن فيحصل استيجنشن للبلاث والبلاث هيحصل له استيجنشن سواء بقى كان نايم على ظهره فهيجي في الباك كان في على بشره هيجي في سواء كان على جنبه هيجي في الجنب اللي هو نايم عليه سواء بقى كان هانجنج مشنوع فهتيجي في دور الجيه سواء كان غرقان فهتكون في على حسب المكان الريليتد للجاذبية لعندي الجرافيتي فالبلاغ هيحصل له استيجنشن فيها وبتحصل عندي زي ما بتحصل و بتظهر عندي في الساب قطين استيس عاطيش وبتظهر عندي كمان في الوصر وجوه ديس وبتخطيف عندي من المناطق اللي عليها زي الباك بتاع الاسكابولة على فول اسكابولة عندي على الكاتب وعندي في الوصر المناطق اللي هو كان هو مسلا في الماك هو على السوبان بوزيشن تمام في السوبان بوزيشن السوبان بوزيشن هلاقي المناطق اللي ريتل الاسكابولة والمنطق الريتل الريتل الريبوتك دي بي اللي انا فيها بسميها كونتاك تفلاتيمي تمام نركز على اسم ده علشان سميها كونتاك تفلاتيمي علشان البرشار الريتل للجسم على المكان ده بيعمل في الكابيلر والفيسل ثانيا انها رفقد التون بتاع الماصر والاستيسري فالمكان ده ما بيحصله وش فيه او استجنيشن للبلاط فترضى البيل زي ما هي وسانيا برضو المناطق لو كان هو لابس ازان مسلا او لابس اه حاجة الاستيك باند فالمقطقة برضو ما هيكونش فيها كونتاك تفلاتيمي اللي عندي للريليتل للريليتل للوصر ما هيكونش فيهم استجنيشن للبلاط على حكس باية بيس متاني على حسب الجبن ده انتقلت طب ايه هي الاعمية الطبية الشرعية اللي عندي اللي للايبو الموركس تمام او الهايبو السيزيس وده سؤال مهم جدا زي ما اتكلم لهم ان هون رفقدت وان او زي شورش طان او الاسلامية خلاص انا اقدر احلق الانسان ده توقع ممكن احدد من خلالها المدة اللي فاتت منذ وانزل الوفاء لانها افطر باستمام ولكن عشان احد اللحظة الوفاء ده محتاجة اخصاء طب الشرع كمان وده بس فيهم في الطب الشرع بحاجات كتير مهمة زي مثلا واحد اتر واحد بعد كده اا شانه علشان يقول له هو مات منتاحة طبعا فده عندنا في الطب الشرع بيعرف بقى في مناطق معينة بيحصل اليسان ده ماتش مشنود اليسان ده مات على قد لوين بعد كده تشنك فهيدات فده من جرمك انتحار الى جريب في عجانه بمجنعناه تمام؟ برضه بتوع المختلفين لو فوق الأكلام الجميلة هو بيقتي الحج والكده بيجي من وراء ما بيقتلوشه بعد كده بعد كده على قوة بيجي على طول يلبس الحفل ويشنو على طبعا بيحس برضه ان هو ما يسيبش اليه اهو يحصل بيعمل ليه علشان كده المختلفون البارة بيستعمل بقى طبقاش رايين بيعرفوهم الحاجات ديت علشان لما ييجا طبقاش شارع اللي راست للجناهات ولا مصلح تطوب الشارعي يقول من قويل تيموس عليه الامر ان الموضوع ده كان متحار ولنسا جريم طيب انا ابدأ اشوفها بعيني بقى الكتابوت في الاستباة علشان انا اتأكد ان الشخص ده مات من واحد لساعتين على حسب الدولين ده متغير يا من ساعة لساعتين ثم تبدأ تظهر في تظهر وتزيد بقى كل ما كل من وقت عده كل ما نتساعد لما توصل عندي ثمان ساعات تكون مستعمل لها عشان احدد مكان وضعية الجسم لحظة الوفاة يعنون ازا ما اوديك لو كان في البروم موزيشان هلاقفل فروان او في الصباح موزيشان ايه مقاباك يعني ايه في الهانت عندي ايه المقاباك يعني ايه في الهي ملك ولا باكرة ممكن استفيد بيها برضو ان انا احد الحال هو الشخص ده بعد ما اتوقع حد غير المكان بتاعه ولا ما غيروش على حسب عندي ما يحصل خلال ساعتين ما بيكونش حصى حصى كميلي كواردوهوشا بيحصل للبلاد الى المكان اللي انا غيرت عليه ولكن بيستير اوثر في المكان الاول انها من ساعتين ل 8 ساعات بيعمل لي مكانين بيكون فيهم هاربوستيز وسماء كوبوليتي جرافيتشن بيكون عندي مكانين المكان الاول اللي ما يتعليش هم المكان اللي انا غيرت عليه بعد تاني الساعة بتكون فكسل وبالتالي مهما اغلب فيه هتفضل في نفس المكان زي ما في الصورة هيدا ممكن من الهاربوستيز احد السابق الوكاة عن طريق اللون بتاعها وعن طريق المكان بتاعها وعن طريق المساحة بتاعتها فمن اللون بتاعها لو كان اللون ليوش بقالك ده اللون الطبيعي فهيكون ده نورمال ديس ودي لازم انت اعرفه علشان بعد كده لو روح يكشف على حل كوفاء ولا حاجة ما يكونش عندك لو كان دي بلوم هيتبع هيشكل من الشخص ده لو كان ريد ان كالر اصنيها ريد اسفكس زي ما قولنا تتكلمنا بالتكسفلية عن كاربون مكساد السناد والكود ودي كونين مسبة عالية من نفس المدلوبه زي شخص بيكون شير ريد ان كالر وتتكلمنا عنها بالتكسفلية طب لو كان ديه زي ما قولنا حالات الهاموريج والذيجة الريفليكس ده يعمل لي الشوق تمام وكانت كلابس في السيركوليشن طب لو كان براون مقرار في الميت الموجولونيني فده من ده ممكن حد سابق وثان اللي تتكلمنا من اللون ممكن من المكان بتاع ده اتكلمت لو في حالة في مساحة بتاعتها لو كانت مساحة جغيرة يوفر تميت البلات مش كافة انها كانت مساحة جديرة في حالة الهاموريج او الريفليكس مثلا لو كانت المساحة جديرة ده في حالة الاسفكسيا لان الاسفكسيا تزاول عندي فتزاول عندي فتزاول عندي الفلويدية في بتاعت البلات فتزايد عندي المساحة والطايم اللي هروس عشان على غيارة المكان بعد 8 ساعات في حالة الاسفكسيا هيتغاير ويعمل ولازم افرق بين الهاموريج لان الابنين لهم نبت لهم فيهم تغيرات مشابهة فلازم يفرق بينهم فيه جدوى في الهاموريج يفرق بين ثالث موضوع للتكلم عليه الريب المورتس بيحصل عندي في كل العضلات اللي في الجسم بتتخشب العضلات في الجسم لتحصل عندي إذا ما انتم تعرفين من العقلية الريب المورتس تحتاج عندي بعد الوقت خلال الفلويد في موضوع يتطلع هتنقلها هنا و لكن هتتكلم عن الموضوع اللي بالسفة بريتنا هي ورد شرصان و بيس ممكن احدد منها الفترة اللي فاتت من لحظة الوثاء يبدأ يظهر عندي ثلاث ساعتين بيبدأ عندي تبتيش النقط ثم بعد 16 ساعة يكون دي موضت بيبدأ اختفين من 18 إلى 24 ساعة اللي هي بتبدأ فيها عندي مرحظة السكن ممكن احدد وضع بيسم اللحظة الوثاء اللي حصل على الوثاء واحدد ان وضعات الجسم تغيرت ولا ما تغيرتش بعد الوثاء مثلا زي ما قلتنا في الصورة الراجل اكيد اكيد ما كانش ميت على السري ده اللي اتنقل بعد الوثاء كده من الوضعات كان على الكرس مثلا او كان على الارضة وعلى سل مفيجلة الوضعية اللي هم عليها الطباء الشرعين برضو دي يكون الناس اسكية طبعا فلما يروح يحققوا في حاجة زي كده يدخلوا فتسألوا اللي كانوا مواجهدين هناك مثلا هيقول لك على الشخص اللي اتنقلوا ده مات على السرين مثلا واني كان على الارض وكده من الموت في اللعنة ده هو كان مثلا على الكرس ملا حاجة وبيدلوا اختيار تاني مش صحيح علشان يختبر الراجل هل هو هقول الحقيقة وانا مش هقول الحقيقة علشان يبدأ يعمله مثلا دي فكه فيه ان هو اللي اكل امان؟ وبالتالي الراجل لو هو كان صدق هقول الحقيقة لو كان هو اللي اكله هل يحاول يبيره على الجديد ممكن احدد سامة الوفاء كل ما زاد عندي الريت بتاع الريت بتاع كل ما زاد عندي معدل السلاك الاتب كل ما زاد عندي الريت يعني اي حاجة هزود عندي ان انا سعلك الاتب لعض الوفاء هزود عندي الريت انا فقط ما يقوله اللي اقام ده وما لا يبيهيك ووهلو اقام تبقى شرعب ونقولوش يعني الرقم اكيوات لو اقولك احتمال مسلا من ساعتين ناوة وابع ساعات يعني على حسر بقى عندي العوامل الكثير اللي بتأثر عندي على كل حاجة من الوصي ولازم اخدر بين الريت والمورتس والتجاهز من كل سيفنس والهيدي سيفنس وانا اتكلم عنهم بعد ما نتكرهم العوامل اللي هتأثر عندي عن الريت والمورتس سيرنا العوامل هاتمو ممكن فيه عند عوامل تقلل عندي AWP تعلق فتزود عندي الريت والعوامل اللي تزود عندي الريت وف في العاصر بان Tillنا Yue Mart المواصل بالأسى اللي اللي بالعاب�네 أكثير بالخزيزهمهم ولزوم كبير من lucro جوا العراص فاليكون رابطوا عندهم وولاين في الناس Nelson رابطه بالتالي الريت واليري يكون رابطة عشان الاستلاق كتير انما في الكون الاستلاق في حالة الـ Convulsion يستخدم الـ ATB في حالة الـ RGVT تحصل بمسبة أعلى الـ Cold Stiffness ده مصطلح ورده لأنه نفس الـ RGVT ولكن يحصل عن تابس الخشف في العدد المنتيجي أن الـ Coldness أو درجة الحراء أقل من من 5 درجة سيليزيس لما تقل من 5 درجة بيحصل عندي فريزنينج لابتشف لما يحصل عندك فريزنينج ده ما تضع حاجة بالـ بيتحفظها فما بيحصلش عندك ولا بيحصل عندك الـ RGVT ولا بيحصل أي حاجة من الـ وده بيستخدمه بعد كده حاجات مثلا في الطبق عندك بيستخدم حاجة اسمع ويقلله ضرب حرارة الـ بحيث يقلله متابوليزم فهيقلله استخدمه من الأكسجين والمتابوليز والحاجات دي جات فبذلك انه هو بيحفظ على أكبر جزء لسه متاح من الـ ويقلله بيحفظه لما يعمل له طيب بعد الـ الحالة دي لو ضربة الحرارة بتاعتها بدأت هتدخل في المراحل بعد بتاعت الـ يعني هحصلها ثم 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 بعد كده الترتيب على حسب الحالة وبالتالي عندي الـ ده حال استثنائية عندي ان هي بتاعتك اللي عندي بتشيء كم هو اللي عندي يرجع لقافياتها ثم إنما عندي في الـ ما يحصل عندي حرائق جامدة ولا كده فالحرائق عندي زي ما انت عادت من النهار بتسوي اللي بتعمل له المسل اللي عندي اللي حصلناها يحصل عندي المسل كانت تديني اسمه البوكسر وضع الملاكن زي ما قدامك في الصورة مثلا بيحصل الحالة دي بقى بتكون مهما بقى تدربت الحرارة بيحصل اللي عادة اه اتكسرت وحصلها وفيلة موت زي ما هيفضل زي ما هو عندي اللي عند ما يحصل له بيوتريفات النوع كده في الكزباز أو دا دا حاجة بتكون ولكن بتبدأ بعد الوفاة نتيجة نتيجة ان الشخص ده تعرض نصف بيه نصف امم او 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 حاجات زي كده او 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 فعل فعل هناك والنفولان تاري والنفولان تاري هنا في جروب وفي مصل هو بيحركه بقراط علشان يدفع عن نفسه مثلا وبالتالي بيحصل بعد الوفاء اميديات لحظة الوفاء بيحصل عن سبير كونتراكشن في سكيليكا المصل بيحصل اميديات بيحصل في الفريجيتا عشان نفس الميكانيزم اللي شرحناه وبالتالي ما عنديش برايمر فلاسيزم في لحظة الوفاء في الجروب بتاع المصل دي اللي حصل فيها قلنا بقى المشكلة دي ممكن تحصل مثلا اه واحد بانتحر فهيفضل ماسك في الحاجة اللي انتحر بيه او واحد كان بيغرق فهيمسك مثلا في المرض او اي حاجر للحاجة اللي كان بيغرق بيها سواء نهر او وحر او واحد كان بيمثله مثلا فياخد منه عينة من الشعر او الزرار اميس مثلا او اي حاجر اللي تبليه اتساعدني بعد كده ان انا اتعرف عليه وده بيتأكد ان الراجل اللي مات ده لحظة الوفاء اتعرض عندي لسيبير نيربوس ايضايتشن حاجة عصابته جامد اه قدت ان هو يدفع عن نفسه اه قدت ان الجزء من الجروب والانتالي مثلا ده حصل له اه ميديا فريزيزم ما دخلش عندي في المراحل بتاعة المصل ان المصل بعد الوفاء بتدخل في مرحلة اكتفاع اولي زي ما نشوف فحر البرع ثم الراجل المورتس ثم الساكندر انما هنا عنده في الكدابيركس باس ما يبدأ على طول بالرجيدي ثم يدخل عنده في المرحلة التانية اللي هي الساكندري فيه جدول بيفرع دين البراجل المورتس والكدابيركس باس واللي كنا نتشغحه من خلال هنا او ان هنا في احنا زي ما قلنا هنا بيحضر بعد ساعتين ويكون جرادوال هنا بيحصل بين الميديا تكون صادم صادم انما البراجل موجودة في البراجل مش موجودة عندك في الكدابيركس باس ده بيأثر عندي على كل العضلات ومن مصر ده بيكون في كل الحالات ده فكل الحالات انما ده في حالات معينة مثلا واحد بيكترو واحد بيتاحها واحد بيغرأ مثلا في الحاجات ده ده مواقف معينة تحصل على كل حاجة هنا ميكانيكا هنا كيميكا الميكانيكا بس حصل هنا كيميكان الاندبلاشن نتبيه ونيرفرس اغزائشن اعملت بحارجة فقد ندخل على المراحل بتاعة العضلات والنحف اصطفات دية فالانده يدخل عندي مراحل الاندبلاشن عندي حصل لازت خاصة عندي عند مصبت قيمة والتيلا يحصل العضل نهيه اضلاق خاصة دي مرفيش نيرفرس اغزائشن للعضل نشاره راح لعضل التعمل لها وتنكيه اخطر منحلات خاصة دي ولكن العضل لست ضعيه ثم الاثنين بعد كده العضلة تكتب عن الوضع ثم بعد كده يحصل بقى ويتقول لشهد مراحل بقى تجي مراحل تعافها على مستوى الخالية نخليها عمالة تاكل في نفسها فتدخل منه في السكندر فلاسيتي في الراتيجة اللي يجيشه عمال يتحل فان فرق بين السكندر فلاسيتي والسكندر فلاسيتي كل الجدول وكل الموضوع اللي عاملين في كلم علاجه مهمة وهتنزل في المتحانات أي سئة تتوقعها في الموضوع ده أي سورة تنزل لك في الأسبي أي سئة في القناة تتوقعها في شرطة رائشة وكل ده مهم جداً معاك برايما فلاسيتي والسكندر فلاسيتي قلنا برايما فلاسيتي بعض الوضع على طب الميديا دي بعد ١١١٨٩ لما يخلص عندي دي نتيجة انه مفيش عندي إنما دي نتيجة انه بدأ يحصل عندي تحمل خلايا وبتايد زي ما قلنا في مفيش ساكندر فلاسيتي إلا ما يقفصل عندي المراحل كلها دي نتيجه محفوظ ما حصلش فيه وكل شيء وزي ما قلنا في الكادابيركس بازم العضل على طول حصل ممردش بالبرايما فلاسيتي يدخل على طول في عندي الكادابيركس بازم تاخد بالك من المراحلات ديك علشان آآ ريتين وعشان برضو يمسيتيوه بلعب فيها كتير طب افرق بين هنا يستجيب هنا مش هيستجيب هنا يستجيب هنا مش هيستجيب هنا مفيش طبعا لان هنا العضل لسه بطبيعتها وزي ما تكلمنا برضو بحثتنا شرع في الولوكولر لايك كنا الفكتة دي برضو هنا فتفكيرها وتربط في الموضوع بالعضل ندخل للجزء الثاني بقى من البعث اللي هي التي تصينها الولوكريفاتشان أو الديكموزيشان زي ما قلنا دي كل ده علام ان هي بتحصل في كل حالة الوفاية تحصل عندي ما لم يحصل بحاجة تانية من الوصير والمكتجان والسرائشان زي ما تكلمني المرحلة او الناس الطبيعية كل الوفاية الطبيعية او الحاجة اللي هي تتوفى بيحصل لها بترفاكشان ما لم يكن بقى عندي استثناعات مثلا واحد غريان في الماء تحت وصود تحت الماء مطلقش من الماء هيحصل له هيته عشان ما اقتصد الواحد كان مات في الصحر الواحده هيحصله مفكريشان هيتحنق واحد طفل مات في بطن الأمه هيقدر احصله مصيريشان لعند ما يطلعه ولكن المصيريشان بيفرع عنهم انه هو حاجة تمبر مؤقته ممكن بعد كده لما يعملوا اضعاد بورشان يعني يمزلوه فبعد كده بقى بيتحل الطبيعي انما هي مرحلة مؤقته ثم هو بوه و بطنهم يحصلوا مصيريشان وهنتكلم ميف يحصلوا مصيريشان يحصلوه بيتوفاكشان بيتحل بيجي يتحل سواء مفايق انها حصل اوتيلسي الاخلاء طلع الاخلاء اول بكتيريا 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 حلية سواء كانت اغروب او اغروبك وطلع ونظامه اتكسر عندي في التشيطات ايه هي العمية تباشر ايه عندي ممكن احدد مكان يبدي بعض الوفاة لين الاشخاص طبيعيين اللي هم موجودين ماتوا في طبيعية ومميدين على الصباح وكل حاجة ان هو طبيعيين بيبدأ عندي بيتوفاكشن بيتوفاكشن اكتر من طاعة بكتيريا بيبدأ فيها وبيحصل طاعة وانا اقولها دلوقتي طيب لو كان الشخص ده غير عانع بيتوفاكشن المياه بيتوفاكشن 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 المنطقة اللي فيها بيتوفاكشن ومنطقة اللي فيها افناط علشان بيتوفاكشن بيشتغل هناك وده اللي هيحدد دي سبب الوفاة بعد كده طيب سبب الوفاة ممكن احدد من بيتوفاكشن ازاي عن طريق الريد بيتوفاكشن ان هو بسرعة ولا حصل له بليه حالات الفيضر حالات الحالات العامة اللي هتساعد عندي ان البكتيريا تشتغل اثرة انها العامة اللي بتقلل عندي من شغل البكتيريا سواء كان او هيمروج مفيش عندي ميديا للبكتيريا عشان تشتغل عليها زي البلد مثلا او البلد كميتو الهيل او الميتالبويزنج ده بكتير صادر وسانيا انا اخلي بالي من المعلومة دي ان الريبوتريفاكشن عندي ما بيأثرش عندي على الميتالبويزنج ولا يخطي اثره لان احنا قلنا قلنا والبنو التيس فانيركز وانيقبت المعلومات بعضها المادتين مرتبطين بعضها 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 وما تقدرش تفسيرهم عن بعضها والمعلومات بطول المنهج هتلاقيها عملات انفعها في كل شبكة زي ما عملتك هينفعها في اخر المنهج وكل ارقام اللي فيه وكل منهج هتلاقي الحاجات اللي في الشباكر تانية هتنفعنا في الشباكر بعد كده فنركز ونذاكر او من داع وممكن احدد برضو اللي فاتت من لحظة الوثاعة عندي طبعا زي ما انتم عارفين ان البيتريفاكشن عكون في السماء حتى المنصر عشان برضو من درجة الحرارة اللي المبكرة هتشترك فيها حسن من بتاعها هكون عندي في البيتريفاكشن زي ما انتم عارفين يأثر عندي على كل لانه يحافظ على الخلايا وبعلم العشان بتاع فخلال يوم في السويف او من فيه الشيطة بيقدر يحصل عندي الطرارات الطبيعية في المنطقة الطبيعية يحصل عندي البيتريفاكشن في المنطقة الطبيعية ويسموها بعد كده البيتريفاكشن اللي يتكون عندي البيتريفاكشن لانها بيكون نتطرقها مارفلينج زي النقشة على الرقامة وبوص الرقامة كده بيحصل عندي الموجود عندي الموجود عندي بيبدأ بعد اسبوع في الشيطة او خلال 3 تيام في السيشن فخلال 3 تيام في السيشن او اسبوع في الشيطة الاربوليزيشن بيبدأ على الجسم كله ثم بعد كده يبدأ الغازات تطلع بعد اسبوع في السيشن بيبدأ ايشن يحصل عندي تحول فيه النسيج اللي موجود السوفت تيشن بيبدأ تتحول بيبدأ عندي اللاربوليز الزباب الازرق بيبدأ عندي حط اللاربوليز بيبدأ تطلع من خمس سيام ثم بعد اسبوعين بتكوني الاربوليزيو ثم ثلاثة سيشن بتكوني الاربوليزيو خلال 6 شهور بيكون كل الصوت تيشو اختفى مع عادة البون والليجنون اللي من عليها في الاربوليزيشن بعد سنة بيبدأ بقى ما بيعيش عندي إلا السكيلتون وبورور الزمن حسب بيبدأ مع الأطباء الشرعين العظم بيبدأ بيكون أقفه ومور بريتل بيكون أكثر شاشة تمام الآن شاء الله بعد عشرة سنة بيكده بترى اتنموش الارماد مع عزم الزند تمام بيكون أطلب المحسسرين وكان انها العظم الكوكس ما معرفش بصراحة برضه اختلفات كتير اللي هي اللي ينسان هنبعث منها بعد كده الكوكسجين التقليل الآخر العظم الموجودة عندي طب ايه هي العمل اللي هتأثر عندي على عمل للشخص نفسه عمل للبيع المحتضين زي بيقولنا للشخص نفسه او اللي حصل له اللي هو سبب الوقات فعند بي الاج الانترنت نتيجة ان البكتيريا اللي عندهم والعيالة في الانترنت او يكون لسه استرار فعند بيكد الانترنت بياخد فترة طويلة معاون عن العدد ويصبح كتير وبسيكي زي ما قلنا الانترنت هنا بتزاود عن لانها ميديا لنوم البكتيريا وسبب الوفاعة زي ما قلنا الهرتفليار اسرع من الهيضر عشان يوصل قلنا الهيضر بيقل برضه ببطير يصدر وكمية الدمه ان هي عندي ميديا اللي هي تستعر عليها رابط في حالة المكان اللي فيها حيث ان تقول لك الهيضر في الهيضر ويقول لك الشخص النرمى هيبدي عنه في المنطقة اللي فيها ومنطقة اللي فيها اكتر مكان موجودة في الهيضر في الراية الهيضر اللي موجودة عندك نلاحظ ده ما نحظه مهمة رعاية جدا نخلي بالناعش الانسيديو ان الهيضر في المنطقة 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 تركز عليها انه تنزل العاونة الخارجية عندي تأثر عندي الهيضر في المنطقة الهيضر في المنطقة الاشخاص اللي يتلاقيهم ما اندخنوش تحت الارض بسرعة عندنا الاشخاص اللي يدخنوا تحت الارض بيأخذوا فترة أطور عدتها لك لنسبة ان الشخص المليون في الهوى مرة يعادل يومين في المية يعادل ثمان ايام الشخص المفهون تحت الارض خلي بالك من المنطقة دي ودرجة الحرارة بتأثر كما قلنا كل ما زاد الحرارة دي السمر كل ما زاد البيتريفاكشن وهي اللي عندي ودرجة الحرارة وليسة البيتريفاكشن هل يتلاقيهم هو الخمسين ولي من العشرة البيتريفاكشن ما بيشتغلش او ما بيحصل وعند الرطوبة بتأثر عنه فالعوامل دير اللي تدل العوامل العوامل المناخية والغلاف دول الموجود عندي على حصة البيتريفاكشن في التهوية والقرارة والرطوبة كل ما زاد البيتريفاكشن نسقل بقى على البيتريفاكشن اوه هي الحالات اللي عندي هتستبدأ البيتريفاكشن على حسب المكان ده وحالات خاصة فالعدي بصير التشمع والتصاب ده بيحصل عندي فيه الاشخاص اللي بيغرأوا البيتريفاكشن بيحصل ان الان ساتوريت الفتاس تتحول لساتوريت الفتاس نتلية المية والساتوريت الفتاس ده بتالي عن نشاط البكتيريا فالشخص البيتريفاكشن هتبقى عندي البيتريفاكشن بتاعبع يلو شوقت جريزة بداحين او مصابة عندي الراحة بتاعتي بتكون باد اودر او رائحة ويبدأ اشتقل فيه المكان في مفات الاريا على حسب المكان والبصر والحياة فالحاجات ده بعد ما اطلوها من المية على حسب المدة بقى سواء ثلاثة أسابية او ستة شورة وحسب المدة اللي هيكون موجود فيها زي ما قدناها في الصورة فيها تصوص يطلعون بعد ستة شورة جسم الحق زيوم هو ثلاثة الراحة وما بعد المتدينة لان ما بعد المتدينة لان ما بعد المتدينة الراحة الاقل اذا ايه ايه الامنت تبقى شرعية لاندي الانيبسيك اتعرفني ان الشخص دا ايه هو زي ما كنوني او ما نفعل عندي كتشور بتاع تلفائيسي الي هي تشيك والحاجات دية حصل لها بتحصيله كان ممكن بعد كده اقدر احدد النوع الشخص اللي في افضل ده من الملاوهة ممكن اقدر احدد الوفاة في حالات معينة مثلا لو كان الشخص دا كان مضروب مثلا او هالي حاجة افادي اريق الافن من او مصرم او هالي حاجات ممكن بعد كده احدد سابق الوفاة وبالتالي لما تجيب بسه اكيد انا اعرفت كم مكان هدية اكيد كانت برقانة في مياه وممكن احدد المدة اللي فاتت من لحظة الوقات ثلاث تلاث تلاث اسابيع هيكون يبدأ الويترفاكشن بدأ يحصل ويزرع وبعد ست شهور يكون الويترفاكشن كومبينيته وبعد يكون الويترفاكشن كومبينيته الجسم عندي ما تكونش ميديا بكثير سعيبا بتكون عندي ميديا للبكثير عشان تشتغل علي المميفكشن او الممنع اللي عندي ده بتحصل عندي لو شخص يتوفر صحرا نصر انا ده تجيب العاية البراشر والجيها البراشر الموجود في الصحرا عندي ده بيأثر عندي على الجسم بيعمل جيها البراشر تبكشو وبالتالي البكثير ما بتشتغلش وبالتالي البركثير ما بتحصل انت هتبص على الجسم هتلاقي من المسكنة و المميفكشن زي الممي في الصورة بيكفتني فيه نفس الهمية برضو اتعرف على الشخص القدام اتعرف على سابق الوافاة ممكن احدد المدة حددت على وفاةه ولكن هما المدة بيبدأ المميفكشن يحصل بعد ويكون بيجتمل من ثلاثة الاثماشر مصص برضو بيقولوها انا كزا ما قولنا ثلاثة سريعة اثناشر مصص كزا ما قولنا ثلاثة ويكف الى اثناشر مصص استغال عشان الربوط اللي كنتين بعض قولنا على قومة هما قولت تتسيل في الاوران تتسيل على مصص كزا ما قولنا تتسلق اول حاجة دي قولنا ده حاجة تنظر لو الجنين مات ربهم ملاحظتش ان حالتك الجنيه وقفت وبدأ ونستطى مدى ثلاثة تيام الى خلايا الاسبوع فمن ثلاثة تيام الى خلايا الاسبوع يبدأ عندي يحصل 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 عندي نتيجة الخلايا يحصل الخلايا ونحن بك ان الميديا بتاع بتلك الميديا يحصل مصطلة عندي اسمها اسبتك اوتيليسيز اركز عليه اخلي باج منه اسبتك اوتيليسيز وكنت اللي بكشرة اللي بصة عنها ان الاسكينة عنده براوان حصل فينا سيريشا حاجة مهمة عشان يحصل لالسكال بونت فوق تلاقي العظام عشان برده مفتوعة ببيرة فالأظام بتاع اسكال بفوق بعض بارة ثانيا بعد انه طورد لو حطيته على مثلا التوريز ولا اي حاجة تفرج معه مثل جسم الام مية مش عارك تمسكين ان الجسم كله لسه حصلش عنده اسكيكيشن ولا جسم لسه مسك بعض ثانيا انت فيه اخر مجالة منكو انت ليت الجينك اللي موجود عندك فيه جميع الاتجاهات فبتهي كدني فيه يعني اتكلمنا عنه ان لو الزوج اتهم الزوجة ان هي اللي عملت اللوهاد او عبوشة ده هيحنيها طبعا ان شاء الله لان الماسيريشن ده يأكدني ان الجنين ده مات في بطنه ومات في مدة اكتر بايلة عد عليها اربعة ايام وده مرضو في احتمالات فقط لو واحد اتهمت واحدة ان هي لو وطرت معه وعملتها يتغد الوقت ونزل الطفلة عنده ماسيريشن لان الطفل ده مات بايلة اكتر من اربع ديام مشهية اللي عملتها وعملتها فده بفتن راضه في بعض القضايا في الشرق الارتشانجيش موجودة معك في كتاب انشامس ونركز عليها بقى ونضفها معك بزيات المين كتاب الارتشانجي هنجدها من برا الجوه الكورنيا وانه احصى في درس الفاتحة ويحصل عندي ويحصل عندي ويحصل عندي وليس تحصل في كورنيا بعد ساعتين لأنه معاتش في المين تريشان ويحصل عندي في كورنيا فهيحصل عندي بعد كده تشنو السين تشنو السين اللي هي بيحصل عندي الموجودة عندي في سواء تعمل وراء في الرافة الظوء او الموجودة عندي ويحصل في موجودة في الارض نركز عليها في الاسف كتير في البيوبل بعد كده قلنا هيحصل برضو والبيوبل بيوري بالتلات مراحب بتاع العضلات اول حقوق قلنا ثم قلنا ريجي دي يو بيوري ثم قلنا ساكل من الفاستة يو بيوري البريشار بتاع الاي بعد كده نتخل بعد نص ساعة البريشار دينزل عندي لنص ايكون 12 ملم يمكن بعد ساعة دينزل عندي البريشار اللي بتكتب طبيعا بعد الساعتين البريشار في الاي بيكون بعد كده نتخل على الريتنا في الريتنا الريتنا يحصل زي الشرية القطر اللي عندي يحصل بعد الوقت على ساعة وليت حول الساعة حول الساعة الممكن أوسع على جهنة بس ينزلك في الامسكور غالباً ينزلك على ان العالب الساعة سيدي سيدي الامسكور حالة الوقت اه كامسكور طيب لو قاد لديك تركض الوقت افترض طائعاً لنفصل على الوقت على ساعة فصلاة الثاني مع الأشخاص المتصم بها قديمو الشرعيين لديته سوف ندقي اللوح المفصل سيكون بينه وهتلاي بعض كده مافيش магام لو أنت مايوكب اكشار في طاعة هتلاقي اللوحكا هتلاقي اللوحكاس الدوق هتشوفه ونربوك البوصة مافيش ولله السيسكن مافيش الاسيسكن كدأ لو كان فيه جهة جهة سوف تفهم كده وحنا بنتكلم في درس الهند عشان افرق بينه فأحددت المدة اللي فاتت من نحوذة الوفاء ازاي؟ ويهي هميتها ان انا احددها انا بحدد المدة اللي فاتت من نحوذة الوفاء مثلا في المنطقة مثلا واحدة قتل ويشكبها في واحد طانق فلما راح يجوبهم ايشكبها بيه قالوا لهم انه لسه طالق من السجن المغرب وانت بتقول انه واحد ذات الوفاء ده العصر مثلا وانا لسه واخد فرق اسم بسه طالق من السجن مثلا المغرب قمال فالراجل هيتستطعان من جريمة ويشتبع ومشتبع بيه وحالات مرد وحالات مدنية وحالات المماريس طبعا لو قابل مثلا ابن توقف حادثة واحدة في عربية وكتر الله على العاجة فبيحصل مشاكل مثلا مع الزوجة الابن ويتقول لا ده ابن اللي مات لأم ومفرده يسل ترجع لأمنا ويشتبعها ويقول لا ده ابنة الابن اللي مات لأول وبعد كده اول مات وانا اقوم يورسه وبعد كده انا اخد المراسة وانت مش تورسه منها فبيحصل مشاكل كتير لسه الموضوع ده فيضطروا يحصلوا بقى برضه ان الطايم في التحديد علشان يحكي ليونه يورس منها برضه بره بره في التأمينات والحاجات ده بيستفادوا من الحاجات السؤال المهم في الموضوع ده ازاي انا اعمل استنيشن ازاي انا اعدى المدق اللي فاتت بلاحظة الوفاة بكل اللي احنا قلناه وشرحناه كله واحد اتقوله تجمعه تاني تكلمنا اول حاجة عن الكوري ثم الاربست واربست ثم الاربست واربست ثم الاربست ثم الهوتريفاتش هنزود عنهم الفانو الكادفر اللي هي الزباب الازرق اللي يكون مبضع الكسر خمسة دي يساوي اين ايه ازاي بعد خمسة ايام بيحصل تكون للاربا اللي ارفا بعد اسبعين تكون بيحصل بعد ثلاثة اسبوع لان كانو لو وقت مكروفة البعد دا تزيه راتليهت الاربا وبعد اسبوع راتليهت الاربا ثم موضوع تاني انه هو لو كان لسه واكل قبل ان يترفه والحياة شوفه الريتوكو انت استومت انت كل ساعتين الى اربع ساعات مثلا على حسب الاربا هاول اللي كان موجود فيها بس دون مش اكر نفس الاربا ده اهم الموضوع اهم النقاط وحاول بديد انها طريقة سهلة والسرعة الوضوع احنا بنزوج في الوقت بتاع الفوديو او الشهر اتمنى ان المواجهة تكون بتصوية توسالة والفضل ده اهم الاسبوع نرفز عليها هامل او انت محضلتش يا اسبوع بتحاول تبص على الاسبوع وربنا معكم